من المنامة الخبر الاقتصادي أسامة معين أهلا بك سيد أسامة بداية اقتصاد المملكة الذي يشهد نمو في القطع الغير النفطي عام 2022 كان شهد طفرة نمو تصل وتتجاوز التسعة أو الثمانية بالمئة وتوقع صندوق النقد الدولي في هذا العام أن ينمو اقتصاد المملكة على مدار هذا العام 2023 برايك المعطيات الإيجابية التي أخذت بعين الاعتبار من اقتصاد المملكة التي جعلت صندوق النقد أن يتوقع هذا النمو ويعدل من توقعاتي أيضا شكرا جزيلا على الاستضافة أولا النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية أنا سمعت طبعا المقدمة شاكل جدا لكم على هذه كنت بس معها كان بيقول الأخ اللي قدم البرنامج أن هذا يحزى هذا إلى أن المملكة العربية السعودية طبعا اتفاع أسعار النفط بالإضافة إلى الانتهاء من تدعيات الكورونا طبعا هذا شيء صحيح ولكن هناك شيء مهم جدا في المملكة العربية السعودية وهو الإصلاح الاقتصادي يعني الكورونا لها تدعيات ممكن أثرت سلبا على أي دولة لسنين قادما ولكن في المملكة بسبب الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة سمو الأمير محمد بن سلمان هذا أدى إلى أن تجتاز المملكة هؤلاء المشاكل التي كانت موجودة وأي عملية إيجابية تحدث الآن في الإقتصاد تؤدي إلى نسب تعافي كبيرة جدا ولا تنسي أننا في عام 2023 ولم يبقى إلا ست سنوات على 2030 فيجب أن يكون التعافي الاقتصادي والاستحاد الاقتصادية تمشي بهذا الطريق وبشكل أسرع من الذي كانت عليه لأن تدعيات الكورونا كما قلت وغيرها أدت إلى تراجعات معينة ولكن المملكة تسير بشكل أفضل من مثيلاتها أنا أعرف أن الكثير من الأمور الاقتصادية والاستثمارية هي برئاسة اللجنة العليا للاستثمار اللجنة العليا للاقتصاد في المملكة والتي تتابع هذا الموضوع يوما بيوم وساعة بساعة هذا الذي أدى إلى إصلاحات اقتصادية جيدة وإلى تعافي اقتصادي صحيح يعتبر سيد أسامة الاقتصاد السعودي يسير نحو خطة 2030 برؤية القيادة الحكيمة خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان خطة واضحة ويمكن عام 2022 هو عام استثنائي للنمو الهائلة الذي شهدته المملكة والفوائد الهائلة التي شهدتها لربما هذا العام لن يتكرر مرة أخرى هل ترى أن النمو الذي حققه المملكة في العام الماضي مع تباطئ نمو العالم الذي نشهده وأشارت رئيسة صندوق النقد الدولي أنها قد تستعين بالنقطة المضيئة في الاقتصادات العربية وهي المملكة العربية السعودية لمساعدة الاقتصادات على التعافي والنمو هل ترى أن هذا يحدث؟ أولاً الخادم الحرمين الشريفين الله يعطيه الصحة وطول العمر الملك سلمان بن عبد العزيز طبعاً اللي يقود الحملة أو الإصلاحات الصادية هو سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الإصلاحات الاقتصادية طبعاً أنا رح أطيك كلمة بقولها دائماً من تحليلاتي أنا لا أتكلم عن الاقتصاد السعودي أو اقتصاد المملكة العربية السعودية إنه الاقتصاد الأقوى في المنطقة أنا بقولك الاقتصاد هو الاقتصاد الأوحد في المنطقة منطقتنا العربية ومنطقة الشرق الأوسط الاقتصاد الحقيقي الذي يقوم على أسس حقيقية هو الاقتصاد السعودي لا تنسي أن الدخل السعودي يأتي من الكثير من المناهل يعني البترول طبعا الحج المعادن الأيد العاملة المساحة الضخمة 33 مليون شخص ناسم كل هذا يعطي وطبعا الموقع المتميز كل هذا يعطي المملكة العربية السعودية القوة الاقتصادية التي يجب أن تكون الاقتصاد الأوحد والأكبر في المنطقة العربية إذا نظرنا إلى السنوات العشر الماضية مثلا ونظرنا إلى الخمسة أو الأربع سنوات الماضية وقارننا بالماضي إلى الحاضر نجد التقدم الاقتصادي يسير بخطة كبيرة جدا إلى أن دخلت المملكة العربية السعودية إلى الجي توينتي من الضمط العشرين الآن كما ترين السعودية تسير قدما إلى أن تكون ليست في المنطقة العشرين ولكن تزحف إلى الأعلى لكي تكون خمسة عشر أو عشر أو حتى أفضل من ذلك إذا قررنا اقتصاديات عالمية الآن موجودة بين واحد إلى خمسة عشر تجد الاقتصاد السعودي أفضل منها بكثير في الأداء التضخم أثر على العالم ولكن هناك إصلاحات معينة في السعودية أدت إلى الحد من آثار التضخم